مساء الخير او صبع الخير يا برج الاسد حسب الوقت اللي هتشوفني فيه ان شاء الله. ازي احوالك يا برج الاسد يا رب تكون دايما بخير وبساعدة دايما. احوالك اي انا شايفك كهو الثفول يعني من غير اي حاجة انت سعيد. ومنطلق كده وحياتك جميلة ممكن تكون مش في علاقة عاطفية. ممكن تكون لوحدك هذه الفترة. ممكن تكون برضو خارق لسه خارج من علاقة او وبادئ علاقة. خلينا هنشوف برضو اللي وراك. ده انت وراك الفورة في حد متابعك وبصص عليك من بييد على فكرة برج الحمل وانت واقف على الصخرة كده وبصص للشمس والهوى والمية. في حد متابعك ممكن وبصص عليك ده مش بصص عليك بس ده متمسك بيك كمان. وممكن تكون انت مش عايز تخش معه في علاقة او انك عايز تبدأ مع علاقة. ده اللي هتشوفه. بالوقت. طب خلينا نشوف طيب لو انت ممكن تكون في بداية جديدة يعني. ممكن. خلينا نشوف طيب اه مشاعر الحبيب. شايفك ازاي اه مش بقولك بصص عليك. اه بصص عليك وهو فعلا شايفك نجمة. برج الاسد بجد من الابراج اللي لما عملها اقراقها لازم يطلع فيها ستار. ليه معرفش? طبعا انت ستار. بس انت معقول يعني ايه حد يشوفك كده اللي هو واو. ده مش ده ده بناء دم معانا. طيب لو زعلان منك زعلان ليه? او متضايق مسلا. شايف العلاقة ازاي? ده بقى بص ده معجب? معجب بيك ما بقولك بصص عليك وانت بص ويفعل صخرة. انت شكلك كده بتبهر الناس. الا ايام دي. بص احنا في الشتا ووقف جنب النهر ولا همك ولا همك. متك تكيني هنا وانت ولا همك. اه ممكن تكون واحدة وانت واحدة وجزابة اوي 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 وهزا الشخص معجب بيك اوي. طيب اه نيته الداخلية وما يزهره. وهزا الشخص عامل ايه في حياته? طيب هوا مبدئيا انت شكلك مش في علاقة. ممكن يكون ده اعجاب. ممكن حد اعجاب. او شخص بيكلمك دلوقتي. اه ولكن بيلمح لك من بعيد انه معجب بيك. القراءة دي تقومه متاعه لحد ما يعني. طيب اه مبدئيا هزا الشخص مشاعره اين? اه ممكن نقول انه هو مسده لك. ومشاعره مسكه في ايده كده عايز يسلمها لك نفسه يديلك المشاعر دي. اه ممكن تكون بتتعامل مع حد برج اه ترابي. اه ممكن تكون برج حمل بتتعامل معي. اللي عندي هنا يعني بفتاقت برج الحمل اصلا. اه ده له. وكمان ايه تاني. وميزان مسلا. اه برضو ده برج الحود. زين جيتمان برج الحود برضو. طيب اه كوين اوف باندكالز. اه هزا الشخص بيحبك على فكرة. ولكن حب بطريقة غريبة شوية. هزا الشخص عايز يمتلكك. مش امتلك وحش. ولكن بص عايز يمسكك زي ما هو مسك الحاجة كده بص كل حاجة يمسكك. هو عايز يمسكك. لان انت مفيش حد يمسكك. انت لوحدك كده طاير بصص بعيد ومش عايز حد يجي جنبك. او مهتمة او باعمالك وبشكلك محلوة او انت برجل اسد الفترة دي سواء رجل او سد. محلوة يعني عملت حلاوة علينا. فهزا الشخص عايز يمتلكك باي صورة من الصور. سواء خطوبة زواج علاقة. لان هو شايفك انت زي النجمة ستار. شايفك زي النجمة بالزبط. وبص حتى هنا لوحدك برضو. يعني زي ستار هنا شخص لوحده. وبرضو هنا شخص لوحده. فممكن تكون انت حاليا مهتم بانجازاتك قوي. ومش مهتم بيها بس انت مهتم بيها ومحقق نجاحات. فهذا شخص مبهور بيك. فهو عايز يمتلكك ويخلي مشاعره مستقرة. يقول هيلك مسلا يقولك انا معجب بيك وعايز واحد اتنين تلاتة معيك عشان نبدأ علاقة مسلا. اه طيب هو زعلان منك. لو زعلان منك زعلان ليه? ممكن يكون زعلان منك لانك موقف العلاقة. انت يا برج الاسد مهتم بانجازاتك المادية فقط. هو زعلان لان ما فيش تساوي في هذه العلاقة. الشخص ده معجب بيك اعتقد وده بنسبة 90% دي اه علاقة احد اه هو صرح لك بعجيب واعتقد بالفعل وقال لك انا مش هسيبك مسلا. خلاص بقى انا احبيتك وليتك وانت ما زلت في مسلا عاشر واحدك. خلاص عادي معجبين كتير يعني مجاتش على ده مسلا او مجاتش على دي. فهو شايفك ان انت معلق الموضوع بص برضو لوحدك برضو لوحدك يعني انت برضو لوحدك يا في الصورة. ومختار طريق تاني غير طريق الحب. مختار ان انت تسلك مسلا طريق النجاح الفلوس تخلص دراستك او تخلصي كليتك تخلصي شغلك تترقى في شغلك او تترقى انت او هي تترقى. والعلاقة بينكم مش متوازنة. مش عايز تدي بتاخد معا. ممكن تكون مسلا ما بتردش عليه مسلا فترة فترة لا. بتتعمل في العلاقة. فواز علام منك بانك معلق الموضوع لانت عارف تقرب ولا بتباد. مرة بتديه مرة ما تديش خالص. مرة تتكلم مرة ما تتكلمش خالص. ارحم هذا الشخص يا بورج الاسد. ارحمه. ارحمه من جبروتك. هو بورج الاسد بيحب يزبط نفسه على فكرة في العلاقات دي مش عجباشه. لكن هو بيحب لما يخش علاقة يحس كده ان اللي قدامه عايزه ويتهافت عليه. طيب اه هو شايف العلاقة ازاي? شايف ان العلاقة دي علاقة جميلة قوي. وهي نقصها بس كوبية واحدة ونجيب المأزول. والله لان بعد الورقة دي هي اتنين من جاوزين. فهو عايز الشخص انت بالنسبة له الاستار. الامنية الغالية على قلبه. فهو لو العلاقة دي ابتدت فهو قد حقق الامنية العاشرة بالنسبة لي. هو تقريبا ازاي شخص مستقر ماديا. واعماله كلها مستقرة. وعنده الشقة. ودهنها. وكل حاجة تمامة. هو بس الناس ان انت العروسة تاخد المفتاح وتخش الشقة. بس. او العريس دي خلاص يجيب ايقرى الفتحة مع بابا وخلاص. فانت الامنية العشرة او انت الامنية العشرة. اه مش بقول لكم الاقراءات تاعت الكراش دي بحباء او بصراحة يعني. بتظهر الاقراءة كده في نص العباء. لا يبقى هو نيته الداخلية ايه هو عايز يشتغل معك في العلاقة. ومش عايز يبقى. اه مسلا يعني ميكونش فيه اه ياخد ويدي معك. لا هو عايز عايز يشتغل في العلاقة هو مستعد انه يبزي المجهود عشان يلفت انتباعي. بس انا قبل ما اشوف الورقة دي انا عايز اعرف انت اا ليه مش عايز ترتبط بيه. او مسلا مؤجل الموضوع. هل انت اصلا معجب بيه او منجذب له? هلنشوف. هنقفشك برج الاسد. والله يلاقفشك. هل انت برج الاسد كده لطيف? منجذب على هزا الشخص ولا لا. اه والله انا خايف اكون مش منجذب له بس انت شكلك كده. لا انت منجذب له. انت منجذب له وهو عجبك. على فكرة الشخص ده ترابي. او شخص بالفعل هو غني او شكله حلو وجذاب. ولكن انت عارف انت اا اا لو انت حد بيتفرج على برج الاسد وبرج الاسد بيعمل معك كده. برج الاسد معجب به جدا. وعلى فكرة عايز يديك يا كوباء. اا بس برج الاسد بيعمل كده عشان يعني بيتدلع. انت ممكن تكون بتدلع على هزا الشخص اللي هو خلاص بقى. اا ما تبص كده يا عماد لا. اا برج الاسد بيتدلع. انت يا برج الاسد بتتدلع الشخص ده هو عجبك جدا ودخل دماغك قوي. داخل دماغك قوي هزا الشخص. لو انت راجل فالبنت دي اخلق مخك قوي. بس انت مش عايز تزهر له ده. يمكن في الوقت الحالي. او عايز تبايله انه هلا مش فاضي والله العلاقات خالص. تماما يعني. العلاقات دي اخر حاجة عندي بقى. ان تخطب امتى بقى? ممكن تكون بتحب ان انت فيه فيه ناس بحب تمط في العلاقات. يعني مسلا الاعجاب ما ياخدش الا شهرين لا او ياخد ثلاثة اربعة خمسة. بس هي علاقة جديدة يعني. وهو معجب بيك وانت كمان معجب بيك. بس مش عارف انت بتعمل مع كده ليه. طيب هو هيزهر لك ايه? هو هيزهر لك ام ثريو فوند. ده هيتخنق معاك. ده هيجيب ناس يتخنق معاك كمان. لا 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 الشخص مش سهل خالص. طيب مش هيسيبك على فكرة. اه الهلمك يعني. بص انت 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 عامله خرم في دماغ وهي برجل ازا. خرم. كبرياءك عامل للرجل او البنت دي خرم في دماغك. بص مش عارف انام او مش عارف اتنام. مش عارف يسيطر عليك. عايز يمسكك من حتى مش عارف. لو يعمل معاك ايه? هو ناوي اه يحط النقط على الحروف. يعني هيجي في مرة يقول لك اه هو انت عايز ايه? انت عايزني انا مش عايزني. هو هيوقف وقفة كده مع النفس ويجي يقول لك انت عايزني انا مش عايزني. عايزني هفق معاك. مش عايزني هنسحب والله يا ابن الحلال انا رجل عندي شغلي. عندي اولوياتي وعندي علاقاتي وحاجاتي كلها. انا والله عجبت بيك ودخلت البيت من بابه او من شباكه. يعني عن طلاف الدول الارضي ممكن يكون الشباك عادي من نخش منه يعني. مش موضوعنا مش موضوعنا. لكن هزا الشخص هيوقف يقول لك اه انت عايز ايه? عايزني اتقدم ولا عايزني امشي بصيد لك العلاقة خالص. هو ممكن. تحدث مشدة ما بينكو. لكن هتبقى كويسة. وهتنتج بثمرة حلوة. يعني الشخص ده زي ما يكون هيخرج اللي جوادي. احذر منه بابر جلاس. انت لو ما خد ان انت معجب بيه ممكن يخليك يوصلك لمرحلة ان انت تقوله انا معجب بيك. والله يمعجب بيك بس ما تمشيش. لان هو عايز يعرف حيات مشاعرك. عايز يفكك من الربطة دي. هتعطبق رابط لي بقى في الليلة دي مش هنخلص. فهي تخانق معاك بس اخناقه وهمية يعني مش خناه حقيقية. هي اخناقه القصد منها غير. ان هو يعرف انا موضوع ايه في العلاقة. اه حياته ماشي ازاي? حياته ماشي بالميزان. ده الرجل ده او شخصية دي سواء بنت او ولد. هذا الشخص ميزان. حياته بالميزان. علاقاته اشياءه كلها بالميزان. فهو كمان مختارك انت كمان بالميزان. يعني هو كمان يعني عينه وقعت عليك واختارك وعايزك. هتقبل يا برج الاسد ولا لا? تعالي شوف طب نصيحة التاروليك. يمكن تكون خايف. بس انا حاسك بتدلع. ما انتش واحد خايف يعني. شوف نصيحة التارول برج الاسد. شكلك خايف بقى وانا ظلمتك ولا ايه? انت خايف على فكرة من هزي العلاقة. وماشي ببطء وتكاد تكون مش ماشي اصلي. يعني انت كاد تكون واقف على الحصان ومش ماشي. طب بص بقى برج الاسد. اللي كنت خايف من هذا الشخص فهذا الشخص حقيقي جدا. بيحبك بيحبك. يتمناك يتمناك عايز ايه? عايز علاقة جدية معك. فارجوك ما تظهرش اشياء عكسي ما بداخلك بمعنى. وانا هفضل اقولها هفضل اقولها طول عمري. يا جماعة ان كنتو خايفين. قولوا انا خايف. قولوا انا خايف. ليه? ليه? عدم ازهار الحقيقة للطرف اللي معاك بيخلي يتوهم اشياء. يعني هو دلوقتي حاسس بانك متنك عليه. وانا انت مناخيرك فوق مش عايز ترتبط بيه. معانك ممكن تكون شايفه هو كمان حد جميل جدا. وعايز ترتبط بيه. خايف اقولي والله انا بخاف من العلاقات. بص انا بخاف من النهاية. اثبت لي بقى ان النهاية تبقى حلو. خليه بقى يجيبه يشوف هاي يثبت ازاي. بس هزا الشخص جاد جدا. ومستعد ان يبني معك هزي العلاقة. فلو انت ساعة تتنك عليه ارجوك توقف تماما عن هزي الحركات. طيب اه العزاب من القادم في الطريقة? اه في حد من الماضي يا برج الاسد. وبيفكر فيك قوي. ممكن يكون برج العزراء. وممكن يكون برج مائي. اه هو الحقيقة مش هقول قادم في الطريقة لان هنا واقف. هو واقف خالص. اه بس لو اه انت كعازب انفصلت عن حد فهزا الشخص ندمان عليك قوي 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 قوي. ندمان عليك قوي. اه هي جد كده بقى ان هو هو مش جاي. هو مش هيجي. لكن هو اه قاعد لوحده كده. وبيراجع ذكريات العلاقة ووقت الانفصال. وليه حصل اصلا الانفصال ما بينكو? اه هل هو يتقدم ولا لا اعتقد لا في الفترة دي بالتحديد? لان هو ندمان قوي 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 عليك. وماسك الكوبات بتاعته وعمل يقول يا ترى هيرجع. يقدر يرجع ولا هو عايز يرجع. عايز يلف دهاره بس يبص على كوبيتين ويجي لك. بس هو مش هيقدر. هو تعبان نفسيا على فكرة. اه نكنن شخص ده. ليك ممكن يكون شخص ده ظهر لنا. عشان يجيب لك رسالة. هنشوف رسالة الشخص ده لك ايه? ان هي كده. هو عايز يقول لك حاجة. المفاصلين يا جماعة او العزاب بس ليهم معلاقة سابقة عايز يقول لك انه زعلان فعلا. وفرائك سبب له جرح في قلبه. اذا في حد من برج العزراء او برج مائي حوت سرطان عقرب او اي برج مش مشكلة. اه من الماضي انت يعني سايبه بقلك فترة. ازا الشخص مجروح قوي. وعايز يقول لك انه تعبن من غيرك قوي. قوي يعني. ونفسه يتقدم نحوك. لكنه شاعر بان خلاص كل شيء. دخ. كل شيء انت. شوف انت تعمل ايه برج الاسد طيب. لان شخص ده تعبن قوي قوي يعني. اه عن الورقة دي كانت ازاي نميزه فهو بمكن يكون برجها زراء او بحركات بطيئة شوية في العلاقات. شكرا لك.